مرحبا مرحبا برون بالحلقة 18 من البودكاست اللي اطلعناه وقت الانتخابات النيابية وسميناه ممكن سميناه ممكن لانه الفكرة كانت انه نطلع على كتير مشاكل واللاقي انه ممكن نحلها اذا بتتذكروا ورح نحبت لينك بالكومنت عملنا حلقة عن ملف الاستشفاء وشو اوضاعه ووين كنا ووين رايحين وشو المخاطر يلي نحن عايشين فيها في هيدا السكتور ومن ورا هيدا الحلقة طلعنا بفكرة كان انه شو منقدر نعمل بظل غيابة دولة وميزول انه الناس اللبنونين اليوم تقريبا فقدوا كل الغطاء الصحي يلي كان يأمنوا الضمان الاجتماعي اليوم معنا صديقان عزيزين اه قلنا يمكن شي ست سبعة شهر عم اشتغل عليها عادي القصة اه عاملين مبادرة صميناها بالانجليزية Healing Hope Initiative اللي هي انه بادرة راح تجرب انه تساعد قدمة فيها اللي عندن بس ضمان اجتماعي انه انه يقدروا يتطببوا اليوم لانه القطاء يلي عم بيأمنوا الضمان تعريبا صار ماشي اول شي صديق اه ناسيب ناصر يلي هو مدير عام اه مجموعة مستشفيات او تل ديو او تل ديو صار عندن ثلاث اربع مستشفيات هلذا شوية بخبرتنا اكتر وصديق العزيز والقديم الكولونيل المتقاعد من الجيش اللبناني أطوان شامعون يلي كمان هو كان عنده كاريير 25 سنة كمدير مالي بوتل ديو ويلي الاثنينتون لو لا من مساعدتون ومن جهدون نقدر نوصل اليوم للي بدنا نحكيه هلا بسيب اهل وسائل فيك اطلقني شامعون اهل وسائل فيك سكرا تشكرنا عن زي بحيب اول شي بدنا نحكيه تعطينا الاحاة صغيرة اليوم وطيب ديو شو عم بيعمل وكيف عم تتوسعه ايك بطريقة كتير سريعة ومنجر عم نقول ليش عملني ها سواهده اللي نشده اولا بعض مرة مرسي كتير للدعوة اليوم ما في شك بغياب الدولة ولكن اكتر من غياب بتدهور الوضع كليته بالبلد في موضوعين ما ننحافظ علي وانه قدمى فينا انه موضوع الصحة ونوع التربية من المدارس والجمعات بهالبرد يلي بيعنينا الليلة يلي بيعنينا اقنا ديريكت هو موضوع الاستشفى والصحة خاصة بعد المرحلتين الصعبين بموضوع الصحة اللي مرقوا على عالم كله يلي هين الكورونا زيد الحالة الاقتصادية والموزرية تبع البلد زيد انفجار بيروت يلي كتير تأثروا فيه مستشفيات بيروت واحدة منهم مستشفى وتلجة الموضوع منه هايين بس متما انتقلت ممكن انا اقول كمانا ما في شي مستحيل وبتصور لازم نحافظ ع بعضنا ونقاوم المؤاوم الحقيقية اللي هي المؤاوم الاستشفى استشفى ديرجو صار عمره مئة سنة السنة وبهالمئة سنة مرق بمرحل كتير كتير صعبة ولكن مؤاومته والعزيمة تبع كل شخص فيه وكل الممرضين وممرضاته والأطباء والموظفين والإداريين برهنوا انه بكلمة حالة الى خصوصياته والصعوباته ولكن كمانا فينا نطلع منها بريح المستشفى اللي كمانا كان علي ضغط كتير كبير بالثلاث سنين الماضين في 2019 الثورة يلي استقبل فيها كل جرح الثورة بدون مقابل يلي استقبل فيها كل المواطنين بعد انفجار بيروت وتضرر ثلاث مستشفيات بالأشرفية ولكن كمانا الضرر واستقبل 800 جريح بساعتين بالطواري وظن المستشفى كمانا بعيال اللي بقى منه يستقبل عالم والكورونا يلي هي كمانا كموضوع صحي كتير خطر بالابنان بكل تفاصيله وبعدها موضوع الفاكسينيشن والتطعيد المستشفى وصل اليوم لهون واستحوذ على ثلاث مستشفيات كانوا بصعوبات مختلفة اللي هنه مستشفى السنشار بالفياضية مستشفى الموصنية الرتباوي بأدماء بأدماء بنا ومستشفى تلشيحها جيها بزحلة ثلاث مستشفيات بيشبعونا وما كنا ابدا لح نقبل ولا البلد لازم يقبل منو مستشفى من خريقة من النوع يسكروا أو يمروا بمراحل حتى لو صعب يتعذبون وتعذب الموظفين والمرضة يلي كانوا يستقبلون سونا احنا استحوذنا عليهم كل واحد بطريقة معي يعني من حوالي السنة تلشيحها من ثلاث شهور وتنقدر كمانا نضمن لشبكة خلقناها تحتى متما دعيتنا بتقول نحافظ على لبنان مستشفى الشرق يلي هو يشارع لي من نهايني لا بالشرق ولا بيوضع لبنان بالشرق ولا بيوضع الأطباء ولا بيوضع الحالي ولا بيوضع الدولة ولا التغطية الصحية للقطاع العام ولا غير بقى الصعوبات كتير مختلفة وجاي كلا يتساوا ولكن بالمرحلة اللي موجودين فيها هلا المستشفى يمكن زي الخطر عنه طلعنا من مرحلة الخطر هلا علينا نرجع نحافظ على استقبل المرضى ونقدر نساعد العالم بساعد الناس هم شيء مرسي يعني حلو هيك هيشي بيفرفح القلب انه رغم كل السعاب بتشوف انه في حدا عم بيقدم في حدا عم بيقدر يكبر سلة التقديمات يلي بيقدر يعملها وبعرف انه اليوم ساعة بتانه انا اهلي كانوا بالمستشفى واحد مننا كان بيوتل ديوك وشفنا بعض كتير هونيك بالفعل يعني عم بيشتغلوا بيسل ظروف كتير ضغطي هلاح بالحي لدي بالحي بالحي واشكرين لانه عند المستشفى كل هلاح الأشخاص اللي جوا وشاري منا هين بالوطف طيب انا بدي هيك فرجيكم كاب جغني بما يكون انتو ان اكستير بهذا الشي كارلوس بلس بدن نروح على السخين عم نشوفوني غراف كان ابن لكريزا الجراف الأزرق كان يعني كل الاتصالات اللي عملناها والاستفسارات اللي جنا عم استفسرها انه الضمان الاجتماعي كان يغطي تسعين بالمية من فاتورة الاستفافة قبل الانهاء وكانوا يتركوا عشرة بالمية للمريض اليورن بيزل دولار تقريبا مئة ألف صارت التغطية الصحية اللي بيغطية الضمان هي واحد ونصف بالمية وثمائنة وتسعين فاصلة خمسة فيه على هيدا هالأسبوع هيدا هالأسبوع هيدا عفكرة لما بلشنا كنا عم نحسب انه الضمان خمسة بالمية عندي شخص فرنسي ما لشي حتى لو قطاطع لو جزارنا بشهر واحد اللي شهر الوحيد تعجدت فيه ومفهمتا انو وصلت بشهر واحد صرفت تا يدر عيش على أربعين ألف جمعة الماضي غطيت صرفت على السبعة وتسعين بس انت يمست المرحلة اللي كان مية وفمسة واربين طيب وطنعتبر العالم والمرضة والأدوية ووجود الأدوية والدعم ورفع الدعم كلها يبتوا هيدا موضوع معلق بالمستشفى نحنا قررنا وبيبقى انو في نيس في شريحة كتير كبيرة من اللبنانية اللي ما عنده بقى إلا الضمان اجتميح يعني ما عندهم الشراس من القطاع الخاص ما عندهم إلا بس ضغطية الضمان ويلي اليوم فرق العملة تقريبا مخاه مليون ونصف نسمة وأكتئيت منهم جميعا مدقاعدين صاروا يعني ما عيدوا بنزيد عليهم القطاع العام كولوريل من القوى الأمنية والمتقاعدين وتعاونية موظفين الدولة يلي منهم المضمونين ولكن عندهم ضمان القطاع عام يلي بيفوتوا تقريبا بنفس الكاتيجوري مع شوية اختلفة يعني اليوم احنا بتقريبا عنا مشكلة كتير هويسة كتير كتير هويسة وبعتقد انتو يمجروا عم بتشوفوا أكتر مني لانو انتو على هل هل جبهة بطريقة بتماس مباشرة يعني بتشوفوا شو أوضاع الناس يلي ما عنده الشراث ما في شك موضوع كتير صعب احنا خلقنا يمكن بمحلات تأخرنا بس بمحلات استبعنا خلقنا نوع من سيرفيز سوسيال يلي هو بيدوس الوضع الاجتماعي تبعا المرادة اللي اللي احنا بدنا نستقبله ولكن وضعه لا الصحي ولا الاجتماعي بيسمحلهم ولا المالي بطمان بيسمحلهم يفوتوا على مستشفى بطريقة بسيطة نحن نحكي عنهم مليونين مليونين وصف زلمين وهدول اللي نحن مجبورين فيهم وما نحن قدر نتركونا على اكيد وهيدي نعرف المستشفى وهيدي كل فكرة هل ممكن هدا هل ممكن نقدر نلاقي حل كيف بدنا نلاقي هيدا رحب رعطيكم فكرة ست بوبلاشون شو كانت تتمثل بالنسبة للرفنو تتمثل لثيغتنا لغربتنا لقناه لعمل ستاة عشان في المنزل لانسيق تتمثل الـ لقناه تتمثل الهدفن حل 65% لأثم منخفض 65% منخفض معقام جيد مستعام على مين إذا اذا 30% لجمين صديق و و 2% 5% يمين орدي For ستة ستبه شوية. انا اليوم بهيدا الظروف صار صار الخامسة جرام ودى المية له هاده. هاد المدير بيعطيك فكرة. طبعا كتير. عا كل حال يعني اليوم آآ اليوم آآ اليوم لصريت النظري هيدا المعلومات آآ هيدا اليوم يعني آآ عم بيحكوا شوية عن الافلاسيون بالبنان. هيدا عم بيحكي بيمارس آآ الانفلاسيون جنرال زايدة ميتان واربعة وسبتين بالمية بس هو اللي عمل انه الصالون الصالون الاكل والشرب تلتمية وخمسين بالمية زايدة للتضخم الاتصالات التضخمة سبتمية وواحدة وعشرين بالمية بس لا فكرة النظري انه الاكسبانس طبعا الاستشفى تلتمية واربعة وسبعين بالمية. آآ كمان هيدا ناقص موضوع رفح الدعم يعني اذا بتزيدوا على هدول الارقام. ارقامها كباب. ترفع رفع الدعم من مصر في البنان. مصر في البنان على كل شيء. نحنا عني من شهر نرفع الدعم على الادوية بقصمة كتير كبير. آآ ع سنة الماضي مثل ما كل بيعرفوا على البنزين يلي كمانا صمنا مليون وثوانمائة تنكي اللي بلشنا فيه بسواع وشين هالف. هدول اللي كانوا عدتوا غير ارقام مختلفة. هذا الوضع العادة مش الموضوع رفح الدعم بنزيد عليه. اوكي. طيب نحنا فايزا قلنا بما انه نحنا بكريزة هلأ وبما انه عن المريض اليوم فقد التغطية طبع الضوان الاجتماعي وشارد فاتورته هو بده يدفع كميلة وتسعين فاصلة خمسة بالمية من فاتورته الاستجابهي. واجهينا نحنا هون كنا عم نفكر سوا انه كيف فينا نحمل عنه هالمريض هيدا بي هال بي هالحال اللي هي. ووصلنا على هيدا على هيدا الاكوازيون يلي هون يعني درنا نشتغل معك ناسيب ومع اوتال يو انه جيتوا انتو تقولوا نحنا عنا سيرفيز سوسيال اوكي. فيك بس تخبرنا شوية امتين بلشتوا هيدا السيرفيز سوسيال هل هو شي قديم ولا هو هلأ. رأنتني بالسنتظر. رأنتني بالسنتظر. لأنا رأنتطو تخبرنا. لأنه لأي رأنتطو لأي رأنتطو في ريبيا. أحاد على كريز. سنتظر 2021 لأنه الموضوع ما بيحتمل بها في ناس ما بتقدر توصل لعنا. ونحنا كمان بدنا نعطي بكل عدل للكل. خرقنا سيرفيز سوسيال الاختصاص. وحد منه عنده عنده فون سوسيال اللي هو الخزن اللي نجمع فيها المصاري أو الأموال اللي بتجينا من الجمعيات أو من الأفراد والسيربيس السوشيال وإجابته يقدر يقدر لأي درجة لنساعد كل شخص حسب شو صغيرة وضعه المادة وضعه المهنة شو بيشتغل وينوه حاجته وإجابة الحالة تبدو صحية طارقة أو مش طارقة هدول الكريتير كل ما نحطيناه هون بتنظيم نظم مدروس وقدرنا على أساسه نستقبل العالم نكون عدلين مع الكل لأنه كمان ما بدنا يكون لا في أبي من ميلي ولا في ناس بحاجة ما تقدر توصل للاستشفى وهيدا الخلق لنا ترانسبرانس مع عدة جمعيات وعدة جهات يلي صار توسع بالسيستام لأنه خلقنا سيستام وطلبنا لموضوعه أشخاص ولا اتصالين ولا حيانين ولا حيانين ولا إجزاكلي خلقنا ميكانيسم وسيستام كله بيمرق فيه بطريقة عدلة وما طرح ما فيه عدل نحنا منجرب نعمل قربي تراجع عليه معين تقدر نعطي الجواب المظبوط للشخص اللي صراحة بحاجة ونلاقي اللي يزمنه ده تريبا ونحنا مش ناكل مجينا وحكيناك بهيد الفكرة لعنا إياها أنت بغضي قلت أنه نحنا مستندين نقدم 35% يعني نحنا نقصم 35% من فتولة المستشفى ما هيك؟ مين بالليل هيدا خلينا نفسرها لما تخلق أي لغة بكرة مع الناس أكيدا نحنا بدعار هيدا السيرويس سوشيال خلقنا نوع من تريف يومانيتير يعني لغة أسعار إذا بدنا نساهل شوية صغيرة على المستمعين لغة أسعار تخدم الموضوع الإنساني والأينا أنه المستشفى بيقدر يحط من حاله من فتورته لحد ديت 35% يلي هي على أساسها تحت منها بغض النظر عن الأرباح لأنه بالوقت الحاضر ما احنا بيفكر فيهم موضوع ما بيضر المستشفى كمانا وبيضل يقدر يعمل إكليب وبيضل الفوكاسيون سوشيال طبع هالمستشفى يلي بعد مرة بذكر تابع للجامعة اليسوعية وللأباء اليسوعيين يلي كل رسالتهم هو الموضوع الاجتماعي بحياة البلد تربويا جامعيا وصحيا قدرنا نترجمه بهالطريف يومانيتاري اللي أول مرة بيخلع بمستشفى يلي منه انطلقنا نقدر نشتغل معاك على هيدا يعني فأجلا اليوم صار عندك مريض يوميا ما عمده إلا ضمان اجتماعي كنا وقتا عم نحسب أنه الضمان بسكر له 5% هلأ صار عم بسكر له 1.5% وحتى هدي مرة قلتلي أنه حتى الواحد هالجمعة بعنا بدلك هالجمعة أسبوع الجل واسعام في منها عم تقللي حتى أنه ما بقى تحرز يعملوا الـ paper words يعني هيدا اسعوبية بدودي هيدا اسموية اكتر فإذا يعني نزلنا اليوم من الـ 98.5 صار في 35 أنتوا قدرين كمستشفى تحملون ونحن اكترحنا أنه نحن نعمل fundraising ونعمل healing rope ونحن نسكر 40% بسين فيه غطاء تقريبا 75% اليوم بيضل فيه 23.5% على المريض بدين ما يكون حامل 98% ولي كثير حبيت بي هالطريقة يلي كنا عم نشتعل فيها ويلي هو الـ prototype بعدها لازم نعمل وعلى كذا مستشفى هو أنه عم بنعمل على السقة أنا عندي سقة فيك وانت عندك سقة فيي أنه أنا را هقدر جيب لك هالمساري وأنا من ميلتي أنت را حتقدر مش را حتقدر أنت عندك السيستام أنك تعطي 35% وهيك بنكون أمننا 75% غطاء للمرضى يلي ما عندهم إلا ضمان لا ما فيش شك هذي الكيورد هذي صراحة مفتاح كل المواضيع مثل البلد نهارا راح يصير في سقة بهالبلد نهارا راح يصير في سقة راح يصير في كل عدو المواضيع ما بتصور حدا بحياته اليومية والشخصية والعائلية والمعاني هيدا موضوع منه أساسي نفس الشي عنا نحنا مستشفى جدي مستشفى بيظهروا في جامعة جامعة اليسوعية بتعيد السنة 150 سنة مستشفى بيعيد 100 سنة تابعوله عنا اقتزاماتنا عنا رسالتنا اللي بدنا نكفي فيها وعنا بلد ما فينا نبرونه وظهرنا عشان هيك بكل التفاصيل نحنا مقتنعين أنه مع أشخاص مثلك بمودرة حلوة مثل يالي أنت عم تفكر تعاملة ولحن التعاون عليها موضوع الساقة هو أساس كل المئة بالمئة كل المئة ورح نحكي شوي بكيف يحتشتغل هيدا هيدا المبادرة وهون كان في دور كمان على توني شامعون أنه حطنا على الكنتاكت مع دكتور أطوان زغبي يلي هو كمان رح يعمل سكريننج لها المرة يلي بدون يجي وهو يحولون لعندك هلا السيرفيز سوسيال قلنا تكون العملية مفتوحة بطريقة عشوائية قلنا رح نحصرها شوي بالناس اللي بس عندهم ضمان اجتماعي أو ما هينضن ضمان اجتماعي إذا عندك الشراث أنت اليوم منك هيدا العدل بالمبادرة من يبني يبقى تستقبل الناس يقولون بيحاجر بيني من هلا الاجتماع ودى سكريننج طبي يعني ما كان حدا يقدري يفتح أو ما تنزل كمان نحطينا سكريننج كمان جغرافي إننا نقول اليوم هلأ هيدا المستشفى رح تقدم هيدا السيرفيز للناس يلي هني عايشين بالمنطقة تبعه يلي هني من هاي المنطقة تبعه يعني اليوم بوضع أوتل ديو هاي المبادرة مفتوحة لكل حدا هو مسجر بالأشرفية بالمال بالمدور وبالصيفي ما في شك ما فيك تخدم ومكان بس بدي أقول إن شاء الله تكون بالمرحلة الثانية نقدر نحط بالتصرف ثلاث مستشفيات من دبعا شبكة مستشفى أوتل ديو يلي بترجع بتتهين على مرحلة ثانية من المبادرة بموضوع جغرافي نحنا اليوم عم نطلق بروتوتيب عم نلق بروتوتيب عم نشوف كيف بدأ تشتغيل وقديش رح بتكون في عنا قدرة إنه نجمع مصاري لنحطها بهيدا بهيدا البروتوتيب وبعيدا المبادرة بس بحب توني هيك تحطها شوية بالجو شو كان محادثاتك مع زغبي وكيف لنا هو رح يكون على التقميس مباشر مع المرضى وهيك تنفسر للناس شو رح يصير توني رح يكون دوره سيليكسيون ميديكال يعني رح يجي الشخص اللي عنده هو رح يقرر إذا بده استشفاء وما بده استشفاء أوكي بحقهم بخبرتو الطويل بنيجي بالمدر أو معانيته أيضا كمين توني يقرر أنه يحط دوره إنسانيا مع المبادرة أي مصبوط مصبوط توني ما رح يصد ولا أرش يا موضوع مصبوط وصار عنا تجربة أول تجربة صارت بعد أن نشمع عين شخص أتنره وطبعت اليير كمين أنا عملت نوع من قبل ما يروح على المستشفاء ويجي بالله أهل الجهاز المختص في الموضوع الاجتماعي وبعتقد هاي دي العملية صارت سيركويت اسمح لنا إنه المساعدة تروح لنا الشخص يلي بحاجة لنا تريد فإذا اليوم رح بكرا نقول نعم هلا اليوم نحن يعني بعد نبن لشنا نحن اليوم عم نقل عم نقل حتى نبلش نجيب مصاري أنا أبعدكم إنه طول بترزق بي رح ينجيبوا على ممكن أول أول مصاري منجيبه ومنحطه ومبلش يشتغل شوية رح منجيبه ويخبرنا شوية كيف عم بتصير كيف عم بتصير الأمور فإذا نرجع نعم السامري كتير سريع رح بتكون هيدا المبادرة مفتوحة للناس يلي هن معنوا إلا ضمان اجتماعي وهن بالمنطقة الجغرافية هن مسجلين بالمنطقة الجغرافية طبع مستشفى أوتل ديو هلا بس أنا بتذكر حكيت شوية أنا وياك إنه أنت مستعب كمان إنه مش ضروري يكون بي هيدا أوتل ديو فيك تبعثل على ما أدعو واحد لقد أخرب بالمستشفيات لنحن نحط بالتصرف ثلاث مستشفيات لأنه حسب كل حال في فصوصية في موضوع مادي في موضوع باختلف ولكن نتيجة الطباوي بتكون الجودة لعالي يعني تنحدد بعض أكتر في حاب يكون هو نفوسه بالأشرفية بس هو ساكن بيجوني بيقدر يطلع على أدماء بس يتطبق بس كله ويرد حسب الحج نحن واجبتنا نلبي أدماء فينا العالم يلي مثل ما انتهت بالأول صار مجموعة وقص مكتير كبير نوع أنا هلأ هلأ صار تطبي بملعبة أنا بدي بدي روح يجيب لكم مصاري اليوم للصراحة كنت عم فكر كيف بدنا نعمل نحط تارجت أنا أنه بدنا نجيب 100.000 طولار طلعت أنه هل يترى بالنتورك تبعي بقدر نلاقي ألف شخص يعطونا 100 طولار أنا من أيام السلولير يعني بال94 من أول سلولير إريكسون باتيت كي عندي مع الثاني كنت دايما كنت دايما بدي أغير التليفون أعمل باك أب للديتا طبعا شو عندي الكونتكس طبعولي من أول سلولات لهلا اللي معي وكنت كدير بتفاجأ الحزمة دات الاتصالات بالله أليس الله وكي لك كنت بتفاجأ اليوم يعني هم بتطلع قديش عندي كونتكس بالتليفون يطلع عندي 8360 كونتكت بقى هلا رح يكون عندي شغل كتير كتير قوي هالتلوك أربعة أيام اللي جايين انه بتجمد من هال 8360 لقي ألف واحد أو وحدة عندهم ثقة في انه يعطونا مئة دولار وناخد هال المئة ألف دولار وانه زعفة الرشو بساكس أوف ناين وبعد 8380 هيجيك ألف واحد يجابوك يجابية إن شاء الله وبتصور أنا بالمبادرة اللي عم تفكر فيها والهدف الموجود لهالمبادرة كله ممكن أكيد كله ممكن وأخيرا ولوسا آخرا رح نقول للعالم ورح حط نهول اللينكس بديكم تعرفوا بشغلة أول شي إنه نحن مش عاملين جمعية ولا في أي مصاريف إدارية لالشي بالعكس كل العملية رح بتكون كتير شفافة الطريقة الوحيدة حتى ما قدرنا نحط حساب بالبانك يعني ما قبلوا يفتحوا حساب تحت الحساب الشخصي تبعي لأنه بدون يكون في جمعية وأنا ما بدي فوت بموضوع جمعيات ونعمل جمعيات ومبارش ونصير يعني بدنا نخلي إنه تكون العملية كتير واضحة وفلو شفافة ومشي كتير أبدا أبدا نحن رح نجمعهم كل ما بيصير وعشر تلاف رح نروح لنقبضهم وماخدهم على أوتل يو رح حط الباتريون بيج تبعي اللي هي بتشتغل إشياء environment عطينا خبر لكل المساهمين بهاي الصفحة إنه هلأ رح منعلق الشغل environment لكننا قدرنا نأمن مصاري لهيدي الحملة وفيهم يتبرعوا على هيدا اللينك هيدا بكل بساطة شو عام نجرب نعمل رح دايما نعمل update وين صرنا وبشكرك كتير كتير على إنك لقيتنا بنص الطريق بشكرك نجد لنك انفى ما رح لعدمنا عم بتفكير معي إلك ست سبعة شهور ونروح ونجي بنعمل منحك رصة ونعمل اجتماعات متجو العادة نحنا بنمكن كل الاضيوف اللي بيجول عنا بإخر الحديث منعطيهم gift من إشي recycel بيبقى أنه أنا كنشوفك كتير بمستشفى ونشوف بعضنا وكذا وكان كتير إذا عايزني خبرية الكبية البلاستيك أنا ديور أنا تحبتها بمكتبك هيدا مع الكب طبعه بسير تعبوا معتك أنت بنهار ورعي كبية تشير تشرب فيها وهي بمعمولة من يعني بحب قبرتكم أنه رجعنا دورنا أفران التدريب لإزاز باللبنان يلي كان فترة كتير كتير تظهر الفجار بيروت بشي بشي الفجار بيروت عملينهم كله مئة خمسة وعشرين طون كله أزوزع من هرب ومن درب المقمر طيما يروح يكبون بجديدة وطوني شمعون أنا بعرفك أنت زوي وبتحب اله 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 بلشنا 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 أخلص النوت تقولت ممكن أنت تخلص شوي تتشعر على الأخير مستشفى اله من بعيد عن الموضوع البيئة ما هو من بعيد عن الموضوع استعبال العناوات نحن من أسبوعين ونضينا الـ UN Global Compact وطلعنا الريبور تقولنا الـ ريس ريس بيدي سوسيالي انفيرون الموطال يلي في كتير إشياء يلي هنا يروح من الطاعة المتجددة صلنا تقرينا بالـ 15% على السولر من أصل 7 ميجاوات غيرنا كتير إشياء وموضوع البلاستيك بما أنك ذكرت وطلع الهدية حلوة ومشكور بعض مرة عليها وشو عندك نشكة بالنفايات أنا مستعلي غيرنا موضوع البلاستيك المستعمل جوة المرضى ولموظفين برجعبونا 2500 شخص كل يوم موجودين بـ غير برجعبونا 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 بتصور الموضوعين بتلاقوه بموضوع هو المسؤولية المواطن ببلده ميرلي لسؤال حظ معلك رأيز اللي جتناه كتير منا نسيو بس ما بدنا يعني بدنا نظل نتبكفر فيه بدنا نظل ننذكر الناس فيه وبدنا نظل عايشين وما فيش إلي بالدوم أبدا كل ممكن عجبونا شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة